مجموعات خبراء التقنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعين في خبراء التقنية تحية طيبة من أخوكم أحمد سهلي في الأول إلى الأخيرة ظهرت كثير من أخبار تسريبات مثلا لحسابات فيسبوك وغيرها من خدمات وصل الاجتماعي واليوم جايب لكم موقع اسمه موتورس هو تبع فايرفوكس أو تبع مسلأ اسمه منتر.فايرفوكس.com هذا الموقع يفيدنا في إدخال البريد الإلكتروني الخاص به أو خاص بنا ويظهر لنا ما هي الأماكن التي تم فيها تسريب بيانات الإيميل وكلمة المرور الخاصة به في تلك الخدمة أو غيرها يعني مثلا يقول لك أنه ظهرت تسريب بيانات خدمة مثلا دروبوكس بريدك هذا أو مثلا دلموشن أو يوناو وغيرها خلينا نحط لكم أو نوريكم الطريق هذا الموقع قدامنا رح نتحرك فيه إلينا نصل إلى مكان إدخال البريد إكتروني أعلى العقية حيث تحط كلمة الموقع خاصة في البريد أكثر خاص فيك مثلا طيب أنا حطيت الحين بريدي وبأسوي على الزر اللي اسمه تسيك في بريجس أو فحص ويضغط عليه مباشرة راح يظهر لك النتائج الخاصة بالبيانات اللي تم اختلاقها في حسابك المربوطة بهذا الإيميل يقول لك نبهني إذا ظهرت بيانات في أماكن ثانية رابط شعار معالم ويحولك إلى صفحة ثانية سورة شريط الأدوار حقلا أنشئ حساب فيار رفوكس مستوى العمان هذه نهاية لازم أنك تنشي حساب أنشئ حسابا عشان ننبيك سير رجوع حقل النصي متصفح استمر الصفحة السابقة الصفحة السابقة صفحتي واحد من خمسة نقطة ز 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 ما قلناه وقال لنا صفحتي واحد صفحتي واحد رابط رابط ز ز مستوى العمان اثنان نعم خدمة وشي بالضط نعم 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 بحثة نعم رابط نعم نعم رابط رابط سبعة السبعة سبعة سبعة عشر رابط نعم تقريب التاريخ أنه في شهر اوغست 2017 يقول لك أنه راح لي ميلات الباسوردات هنا يقول لك أنه ابقى على الطلاع بالتنبيهات ويحط لك هنا عشان تسجل حساب وترك تنبيهات نضغط هنا مثلا نضغط هنا مثلا شريط الأدوات أظهار الوقفات زر مشاركة تحويل رجوع مينو دايل موشن www.dailymotion.com رابط رابط مستوى أكتوبر عشرين ألفين وستة عشر دايل موشن was breached سبعة ألفين وسبعة عشر هذه الأوقات التي تسربت فيها بينها الموقع اللي هو دايل موشن نقطة why did it take so long to report this breach رابط داخل what data was compromised مستوى العنوان passwords يقول لك الأشياء اللي راحت أو اللي تسربت الباسوردات صورة email addresses والإيميالات الإلكترونية أو الإلكتروني additional information usernames breach data provided by have I been phoned what to do for this we rec change your password مستوى العنوان ثلاث make this password unique and different from any others you use a good strategy to follow is to combine two or more unrelated words to create an entire passphrase مستوى العنوان أربعة هنا يحطوا لك نصائح لتخيير كلمة المرور ويقول لك لا تخليها مختلفة make this password unique and different from any others you use update other logins using the same password reusing passwords turns a single data breach into many use email aliases مستوى العنوان يعطيك تعليمات إرشادية الزبدة أنه هذا الموقع هو من أهم المواقع اللي تعطيك تنبيحات بالأماكن اللي صار في عندك اختراق لبيانات تمنى إن شاء الله يكون الأمر واضح الإجراءات التي يتم قبل إن هذا شرح اتباعها إذا كنت لا تستخدم هذه الخدمة عليك أن تقوم بحث حسابها أو على أقل تقدير تغيير كلمة المرور وتفعيل التحقق بقطتين في الخدمة التي تم اختراقها إن كانت متعومة فيها هذه الميزة تقبل واضح بالتحيات السلام عليكم